في كل صائف تعرف ظاهرة انتشار أصحاب الدراجات النارية على مستوى طرقات لاي تصطيف مسجلين أرقاما مرعبة في عدد الإصابات التقرير الفرس شايب يفضل الشباب مصطيفي الخروج إلى المدن الساحلية أو التنسه بين أزقة المدينة في كل صائفة مستعملين الدراجات النارية كبيرة الحجم وصاحبة الأصوات المرعدة والمرعبة عند مرورهم كالبرق الخاطفي هذا الذي أثار حفظة السكان لما يروه من إزعاج لسكينة العمة والله الرياضات لا هي حرام ولا مكروه ولكن الحرام أنها تكون في وسط المدينة ويعمل دوشة وضوضاء وفي عيار راقدة في ناس عندها خدمة والتعلمة لك في ناس تقدمت نوض ستة صباح صرت مع صباح ما تقدرش تسمع هذه الدراجات النارية صرت الشباب صغر مش وضعين الكاسك في غريستان هم سعف كني طيح راحي دير كارثة في روحه بين الديناميكية وقوة الاندفاع للدراجات النارية وبين الطاقة التي يتمتع بها هؤلاء الفتيتي تكمن قيادة يعتبرونها رياضة ميكانيكية ليس إلا لا تقل شأنا على باقي الرياضات خرج الله طورت يقول لك هذا هو مشكل تخش تروح دور فلافيري يقول لك كذا وإزعاد سلطات لازم تخرج فوريير بزاف وقسموا باللغر بزاف لازم سير كوي لازم عفسه أو ليجان ستيف كله بدور بطفات في شيو خاك برام يدوروا بالموتوات تبقى أرقام الوفيات المسجلة بسبب هذه الآلة الخطرة في تزايد ونحن لم نحدد لحد الساعة فيما إن كانت رياضة يستوجب تأطيرها أم هي ظاهرة مقيتة يستوجب محاربتها